السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروفطان اليوم سوف ننجي صفحة 28 لكتاب جيد في الرياضيات المستوى السادس ابتدائي إذن لنبدأ على بركة الله تمرين 15 أشطب الكتاب الخطأ للعدد مليون إذن مليون لاحظوا هنا القراءة 10 مليون هنا مئة ألف هنا عشرة في عشرة آلاف هي مئة ألف إذن وألف في ألف هي مليون إذن هذه الكتابة الصحيحة وأشطب الكتابة الخطأ إذن العدد 30 مليون و500 ألف هو إذن هنا أبحث عن 30 مليون إذن 30 هنا نعم 30 هنا 3 ملايين هنا 35 هنا 30 مليون و500 ألف إذن هنا 50 ألف هنا 50 وهنا 500 ألف إذن أبحث عن العدد وهذا العدد إذن نمر إلى تمرين 17 دون إنجاز العمليات أكتبوا الجواب الصحيح أكتبوا الجواب الصحيح وأعللوا جواب إذن لدينا 2162.25 زائد مئة وستة زائد مئة وستة فاصل ستة إذن كم تساوي إذن هنا ألفان ومئة وإثنان وستة إذن لاحظوا هنا فقط زائد مئة وستة ما عنديش هنا يا الآلاف باش تكون عندي ثلاثة آلاف أو عندي ألفان إلى آخر باش تكون عندي أربعة آلاف إذن هنا عندي فقط زائد المئات مئة وستة فاصل ستة إذن والجواب غير يكون هو هذا الجواب الصحيح إذن كذلك عندنا 701.05 ناقص 425.7 إذن والجواب الصحيح هو 2075.35 لأن 700 ناقص 400 ساوي 300 مع هنا عندي ناو 1 25 إذن 275 إذن أصلا ما كانش 300 بين هذه الأجوبة إذن 275 إذن هنا يا 524.9 في 18.5 والجواب الصحيح هو 9710.5 إذن نمر إلى تمرين 18 أحدد نقطة تقاطع المستقيمين D1 والD4 ونقطة تقاطع المستقيمين D2 والD3 إذن أحدد نقطة تقاطع المستقيمين D1 والD4 إذن لاحظوا الرسم إذن هنا يا المستقيم D1 لاحظوا هو هذا الD1 وعندنا الD4 هو هذا إذن نقطة تقاطع المستقيمين هي النقطة J إذن هنا نقطة تقاطع المستقيمين D4 والD1 هي J إذن أكتب J إذن نقطة تقاطع المستقيمين D2 والD3 لاحظوا الD2 والD3 إذن هنا نقطة تقاطع إذن هنا نقطة تقاطع هي L إذن أحدد نقطة M بحيث ستكون النقطة E وL وM مستقيمية وJ وK وM مستقيمية إذن هنا هي L وي وكذلك K وتكون هذه النقطة M إذن سوف أطيل هذا المستقيم ننطول شوية هذا المستقيم نعم إذن لاحظوا طولناه كذلك سوف أطيل هذا المستقيم لوجك نعم إذن هنا إذن لاحظوا نقطة تقاطع اللي هي النقطة M نقطة M بحيث M E وL نقطة مستقيمية وM وJ وK نقطة مستقيمية إذن السؤال الآخر أذكر مستقيمين متوازعين وآخرين متعامدا إذن إذا لنبغينا مستقيمين متوازعين ناخدو غير الج وL إذن نديرو الج مستقيم الج متوازع مع المستقيم L وآخرين متعامدين إذن ناخدو مستقيمين متعامدين ناخدو مثلا LK وKG هناك نعم إذن KG وMG مثلا إذن LK ناخدو LK متعامد LK مع LK مثلا هناك عدة أجوب LK إذن أنشئ المستقيم LK المار من M والموازي لLG وأكمل إذن هذه النقطة التي حصلنا عليها M سيكون موازي لLG إذن نعلم بأنك L متعامد على LK إذن سوف أنشئ المستقيم إذن الميزوات وأنشئ المستقيم نعم يمروا من النقطة آم نعم إذن لاحظوا أتمل هذا المستقيم مسترى وأتمل إذن هذا المستقيم أشئ المستقيم D5 إذن هذا المستقيم الإسم دياله D5 فهو موازي لLG وأكمل إذن KL لاحظوا KL KL هيا KL كيف هي بالنسبة للD5 نعم KL فهي موازية إذن 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 كيف هما فهما متوازيا إذن إذن أكمل ما يلي عند 1 سنتيار كم تساوي بالمتر كريم طبعا الحال 1 متر كريم إذن 1 R كم تساوي بالمتر كريم تساوي مئة متر كري إذن 1 هكتار تساوي مئة R إذن إذا استعملتم الجواب إذن واتحصلوا على نفس أجوبة إذن 0.25 هكتار كم تساوي بالمتر كري 2500 إذن تساوي 2500 متر مربع إذن 0.55 كم تساوي بالسنتيمتر مربع تساوي 5500 و 12 دسيمتر مربع فاصل 7 كم بالسنتيمتر ساوي 127 سنتيمتر مربع إذن أمر إلى نعم إذن أمر إلى تمرين دعم مركز وإغناء أكمل ملأ المربع السحري بالأعداد العشرية المناسبة ليكون مجموعة كل سطر أو عمود أو قطر هو العدد 11.5 إذن أول عملية قد نديره 1.8 وخمس زائد 3.16 ونطرحوها من 11.85 والجواب هو 7.11 إذن كذلك نديره 3.16 زائد 6.32 30 الجواب اللي غير نحصل عليه هل نطرحوه 11.85 والجواب 2.37 إذن هنا ممكن أن نجد 7.11 إذن زائد 1 العدد زائد 1 العدد وغد يعطينا 11.85 ولكن دائما ما ننساوش بأن هذا الأعدد اللي غد نوضعه تكون إذا حسبناها هنا بالنسبة للقطر القو 11.85 إذا حسبناها أفقيا القو 11.85 إذا حسبناها عموديا القو كذلك 11.85 إذن والجواب هنا هو 5.53 هنا 4.74 هنا 0.79 و 3.95 إذن كنت أكدوا من الحساب وكل كل عمود أو قطر أو عمود أفقي أو عمودي قلقوا 11.85 وثمان نمور إلا تمرين واحد وإشرون قلقوا une classe de 6ème compte 24 élèves l'enseignant commande pour chaque élève un livre de mathématiques à 96.50 dirhams et un livre de grammaire à 47.50 dirhams quel est le montant total de la commande donc regardez vous avez 24 élèves on va écrire 24 fois quoi le livre de mathématiques il coûte 96,50 plus aussi on a 24 élèves fois le livre de grammaire chaque livre il coûte 47,50 on va faire la somme on va trouver 3456 dirhams moi j'ai déjà calculé 300 3456 dirhams on passe à l'exercice 22 pour le f وأكملوا باستعمال الرمزين متوازي أو متعامد إذن لاحظوا لدي B C و A B إذن ها هي A B و ها هي B C إذن شنو هنا يزاوية قائمة إذن متعامدة هنا ي A B و C D لاحظوا A B و هنا ي C D إذن لاحظوا هنا لدي توازي إذن هنا ي B C و D C لاحظوا B C و عندي D C إذن هنا زاوية قائمة هناك ينتعامد إذن نمر إلى تمرين 28 لا 23 عفوا أرتب تناقصيا سعة تخزين الرقمية التالية إذن لاحظوا لدي 4.7 جيجا أوكتي عندي 1.048.576 كيلو أوكتي و عندي 9216 ميجا أوكتي إذن سترتب هات سعة تخزين تناقصيا من الأكبر إلى الأصغر و قبل الترتيب يجب أن أحول إلى نفس الوحدة و إما الجواب ديالي سيكون خاطئ إذن نحول مثلا إلى الجيجا أوكتي يمكن أن نحول إلى كيلو أوكتي ميجا أوكتي إذن نحول إلى الجيجا أوكتي إذن هنا بالجيجا أوكتي هي تسعة فاصلة مئتاني وستة عشر جيجا أوكتي إذا حولنا هذه الكيلو أوكتي لاحظوا الكيلو أوكتي الميجا أوكتي هنا هي الجيجا أوكتي إذن واحد فاصلة سابر تمانية وأربعون خمسمائة وستة وسبعون جيجا أوكتي إذن الآن سلع اللي يرتبهم إذن عندي واحد عندي هنا يا تسعة جيجا أوكتي عندي هنا يا واحد جيجا أوكتي عندي هنا يا أربعة جيجا أوكتي إذن الأكبر هنا هي تسعة ألف ومئتاني وستة عشر ميجا أوكتي إذن نكتب تسعة ألف ومئتاني وستة عشر ميجا أوكتي إذن نكتب السعة التخزين اللي أعطوني ما نكتبش تحويل إذن أكبر من هنا عندي أربعة فاصلة سبعة إذن أربعة فاصلة سبعة جيجا أوكتي أكبر من واحد فاصلة خمسمائة وستة وسبعون هنا ما ندرش فاصلة نعم لخص نكتب هذي كيلو أكتي إذن نحيض الفاصلة إذن كيلو أكتي إذن هنا نمسح الفاصلة نحيض الفاصلة إذن أحويل إلى الوحدة المطلوبة إذن تمرين الموالي أحويل إلى الوحدة المطلوبة إذن كانت منها تكونوا حفظوا جيدا الجدول يمكنكم تستعملوا بلا ما تستعملوا في التحويل يمكنك تستعملوا ومدهن ديالك إذن هنا هنا كانت سبعمائة ميجا أوكتي كل خانة ضمن واحدات عشرات ومئات إذن بعد الميجا أوكتي كيلو أكتي إذن شحل خصني نضيف ثلاث أصفار وحدات عشرات ومئات إذن نكتب سبعمائة ألف كيلو أكتي عندي مئة أكتي كم تساوي بالبيت إذن شنقلنا واحد أكتي يساوي تمانية بيت إذن غادي نضربها في تمانية إذن لاحظوا غا نضربها في تمانية وغادي تعطيني تمانمائة تمانمائة بيت إذن هنا هي خمسمائة جيجا أوكتي مبعد جيجا أوكتي كينا الميجا أوكتي إذن غادي نزيد ثلاث أصفار إذن عندي سبعون كيلو أكتي اشحل فيها من أكتي إذن مر الكيلو أكتي كيل أوكتي إذن نزيد فقط ثلاثة أصفار إذن نزيد سبعون ونزيد ثلاثة أصفار وكذلك كنت من يكونوا فهم إذن 24 نمر إلى ثمارين 25 نعم بالثمارين نعم قياس ضلع قطعة أرضية مربعة الشكل هو 13.5 متر أحسبوا قياس محيط هذه القطعة بالمتر إذن لاحظوا باش نحسبوا محيط قطعة أرضية مربعة الشكل إذن نلجأ إلى القاعدة شنو كتقولي القاعدة المحيط ب أربع مرات أربعة في الضلع أربعة في الضلع إذن أربعة في 13.5 كم تساوي إذن تساوي أربعة وخمسون متر الجواب أربعة وخمسون متر إذن الجواب أربعة وخمسون متر إذن أحيطت القطعة بسياج ثلاث مرات أحسبه ثمان سياج إذا كان ثمان المتر الواحد هو أحد عشر فصلة خمسة وسبعون دير هامل إذن فقط غد نضربه أربعة وخمسون في ثلاث مرات في ثمن المتر الواحد إذن غد جي أربعة وخمسون في ثلاثة لأنه ثلاث مرات هذا السياج ثلاث مرات في أحد عشر فصلة خمسة وسبعون تساوي والجواب وألف وتسعمائة وتلاثة فصلة خمسة دراهم نعم خمسة دراهم نعم نمر إلى آخر تمرين في هذه الصبحة إذن لدينا يمثل الرسم منتزها قياس مساحته خمسة آر اثنان وثلاثون سنتيار مكونا من أربعة أجزاء نعم المساحة نفسها خصصت بالأنواع من النباتات والباقي ممرات إذن بالمارة وممرات وهذه ظرفها النباتات وحسب مساحة هذه الممرات بالمتر المربع إذن نطلب مننا المتر المربع ونحن نعلم بأن السنتيار هو المتر المربع واحد سنتيار يسوي واحد متر مربع إذن نحول خمسة آر اثنان وثلاثون سنتيار إلى المتر مربع وهي خمسمائة واثنان وثلاثون متر مربع إذن إذن هنا خمسمائة واثنان وثلاثون إذن شنو غاد نديرو هذه المساحات أربع مساحات عندي المساحة الأولى مئة واثنان عشر متر مربع نعطينا قياس هذه المساحة وإحنا غاد نحسبو مساحات الممرات إذن غاد نديرو المساحة دير هاد المنتزه كامل هو خمسمائة واثنان وثلاثون متر مربع إذن غاد نكتبو خمسمائة واثنان وثلاثون متر مربع وغاد ننقصو منها هاد الأربع مستطيلة مساحة الأربع هاد المستطيلة الخضراء باش نلقوا مساحة الممرات إذن هنا ناقص مئة واثنى عشر فاصل أربع لا فقط مئة واثنى عشر ونضربوها في أربع إذن تعطينا الجواب تساوي ده خمسمائة واثنان وثلاثون ناقص مئة واثنى عشر في أربعة هي أربعمائة وتمانية وأربعون والجواب هو أربعة وتمانون متر مربع هي مساحة الممرات إذن وهكذا أكون قد أنهيت صفحة تمانية وعشرون ما تنسوش الاشتراك والضغط على زر الإعجاب باش نستمر في وضع المزيد إن شاء الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر